حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من بعض أنواع المضادات الحيوية وعلى رأسها دواء أزوثرومايسين نظرا لارتباطه ببعض المشكلات القلبية كعدم انتظام ضربات القلب التحذير نشرته مجلة نيو أنجلاند عقب دراسة طبية شملت تعيينة من المرضى الذين تناولوا مضادات حيوية ورأت الدراسة أن من تناول تلك الأدوية خلال أقل من أسبوع كان لديه ارتفاع طفيف في خطر الإصابة بمشكلة قلبية أهمها عدم انتظام ضربات القلب وتسارعها تصلت تلك الدراسة الضوء على تأثير المضادات الحيوية على صحة الإنسان خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون أصلا من مشاكل صحية وفي الاستيديو ينضم إلينا الدكتور فادي بلدي استشاري الأمراض الداخلية أهلا دكتور أهلا فيكم موضوع المضادات الحيوية يعني دائما تظهر دراسة تحاول أن تصلت الضوء على خطر المضادات الحيوية ماذا عن هذه الدراسة موضوع عدم انتظام ضربات القلب الموضوع كثير مهم نحكي هلا بشكل خاص بموضوع الدراسة وبالكي نحاول نحكي كلمتين بشكل عام عن مشكلة استعمال المضاد الحيوي بشكل غير منظم الدراسة عم تحكي على الأزيتروميسين اللي هو دواء قديم نسبيا وفعال ولساته فعال استعماله بشكل غير منتظم بشكل ما هو تحت إشراف طبيب عند مرضى بشكل رئيسي بالدراسة حيكين عندهم اضطرابات مسبقة اضطرابات مسبقة في كأضطراب نظم أو بيأخذوا إدوية لأضطرابات النظم أو عندهم مثلا بطء بالنبض طبعا بشكل غير صحيح وخاصة حيطين بنقطة كتير مهمة إذا عندهم اضطراب الشوارد إذا عندهم بوتاسيوم أو الماغنيزيوم مواطي هالناس هدولي هالفئة من الناس الأزيتروميسين اللي هو من مجموعة إدوية لعندهم بطء وليس تساره بطء بطء هلا بنحكي شوي كمان بدقة أكتر على هذا الموضوع هذا من مجموعة اسمه الماكرولايد اللي هي إدوية معروفة من زمان موجي جديد يعني والتحزين موجود من زمان فما هو كتير جديد بس استعمال إذا تروميسين بشكل رئيسي كأنه يستعمل بكسرة وهو أنتبيوتيك يعني بابيلر بشكل عام شائع كتير عند هالمجموع من الناس بشكل غير منظم فرد مرة أعطى هالفلاق هالتحزير أنه بظهر عندنا كتير كتير مشاكل قلبية عند هالمجموع من الناس استعماله بشكل صحيح عند غير هالمجموع من الناس ما رح يغير شيء من جودة الأنتبيوتيك وفعاليته مجموع من الناس بشكل بس كلمتين ننهي الموضوع عندهم بالتخطيط بيكون فيه منطلع على نقطة اسمها الكيوتي انترفل مسافة معينة على التخطيط العلب إذا عندهم تطاول بهالمسافة هذول الناس اللي بيكونوا معرضين للخطر أكتر من هالمجموعية الأدوية وبالذات من الأزيتروميسين دكتور ماذا عن موضوع المضادات الحيوية التي تعطى بشكل متواضب أو يومي بشكل يومي أحيانا يقال أن يوصف معها بعض الفيتامينات لا تؤثر بشكل سلبي على الصحة هل هذا صحيح؟ للأسف لا هو صحيح 100% المضادات الحيوية موجود ليقتل جرسومة معينة وهالجرسومة المعينة للأسف الأنتبيوتيك أو المضادات الحيوية ما بيقتل بس هالجرسومة لحالة بيقتل جرسيم تانية موجودة بالجسم اللي هي بشكل طبيعي ضروري تكون موجودة لتوازن معين بصحة الإنسان فبخلق مشاكل كتير الأنتبيوتيك إذا نعطى بشكل غير صحيح مجرد أن يعطينا شوية فيتاميز مع الأنتبيوتيك ما معناتها أنه حلنا المشكلة بالمرة رح أعطي بس ميسانين كتير كتير صغار خلال فص الشتب أكتر مجتمعات العالم فيه شيء اسمه زكام فيه شيء اسمه رشح فيه شيء اسمه إنفلوينزا للأسف الكميات الوصفات اللي نشوفها من المضادات الحيوية اللي عطي نكتب بالعيادات بالمشافي لهالموضوع بالذات يعني غير صحيح طبيا وعلميا نعم مكند مضاعفات معينة الفيروس ما بنقتل بالمضاد الحيوي الفيروس أو الفيروس بنقتل بمضاد فيروسي المضاد الحيوي موجود ليقتل جرسومة اللي هو غير تماما عن عن الفيروس خط مختلف خط مختلف بالمرة خاصة عند الأولاد خاصة من نشوفها بالعيادات الأطفال تجي الأم أو الأهل مصررين أنه الولد عنده حرارة الحرارة ما معناته أنه فيه جرسومة ممكن لسا يكون إنفلوينزا أو رشح فاستعمال مضاد الحيوي بهذه الطريقة ما أنه صحيح ومجرد إعطاء الفيتامين على سؤالك ما رح يخفف من المشكلة ألا تقوم أيضا المضادات الحيوية دكتور بقتل البكتيريا الطبيعية التي تعيش أيضا في الجسم كيف من الممكن إعادة هذا التوازن بعد الانتهاء من الكورس أو تماما هذه النقطة التي كنا نحكي فيها بالأول على مستوى الأماء مثلا في عنا تناغم معين بين جرسين مختلفة فحتى الإنسان يكون عنده وظيفة معاوية سليمة وجود مضاد حيوي بقتل قصة من هالجراسيم بعيف جراسيم تانية ما مقتولة بتغنى على حساب الجراسيم من الأتليت بخلع عنا مثلا شيء يسميه إسهالات المسببة بالمضادات الحيوية اللي بأحد محلات بتكون إسهالات معندة جدا عن علاج فضروري أنه أول شيء ما ينعطى غير مضاد حيوي للإنسان المحتاج له هلا بهالحالات مثلا إيش ممكن نسوي ممكن نعطي مستعمل كثير اللبن المزروع اللي بيساعد على الترميم الفلورا المعوية الجراسيم الطبيعية بالأماع على مجرد سؤالك عند النساء بنشوفها كثير النساء اللي بيستعملوا أنتبيوتيك حتى بشكل صحيح يعني بدون ما يكون هذا بيصن عندهم كثير اتهابات فطرية لأنه بنقتل الجراسيم بنمو الفطر على حساب الفلورا طيب في هذه الدراسة دكتور صلتت على موضوع القلب كيف يمكن لمثل هذا الدواء مثلا طريقة أو آلية تدخله في ضربات القلب وخصوصا بالنسبة للي عندهم أساسا مشكلات في ضربات القلب هو النقطة اللي حكيت لك هي بالأول هي الكيوتي انتورفلس أنا مريدي ويكون عندي بالعيادة وبعرف قصته وبعرفه من زمان وبعرف شو وضعه القلبي والصحي عندي تأدير معين لأنه هو هل عنده مشكلة معينة ممكن تأدي يكون عنده عرضة لترابات نظم بطينية بالمناسبة الترابات نظم نحكي عليها هون البطينية اللي هي أخطر من الترابات نظم من النوع الثاني يعني قد تكون مشكلة حقيقية بالنسبة للمريض ممكن تأدي لكارثة لكارثة طبية ولأسعاف طبية وحتى لوفات الترابات نظم بطينية من أخطر الترابات النظم فإذا عند الطبيب المعلومات الكافية عن طبيبه عن مريضه وبيعرف شو هي الـ background تبعه بيقدر يقدر أنه هل الدواء بنعطى بشكل صحيح ولا لا النقطة الثانية اللي ما عم نحكي عليها كثير هي التفاعلات الجانبية بين هالدواء يعني عبتعطي دواء عبتعطي دواء لمريض بياخد دواء بشكل مسبق كان وإذا المريض راح أخذ الدواء لحاله من الصيدلية من دون إشراف طبي ما عنده هو يعني القدرة العلمية يعرف أنه هالدواء بتناسب مع الدواء أنا عب أخذه مثلا وفيه كثير أمثلة يعني بنستعمل كثير شفنا من فترة حالات كثيرة حالات نزوف عن مرضى بياخدوا مميّعات أخدوا مضاد حيوه بشكل غير منظم المميّع ارتفع نسبته بالدم صار عندهم أعراض نسبية دكتور فادي بلدي استشاري الأمراض الداخلية شكرا لك على هذه المعلومات المفيدة شكرا لك شكرا لك